تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تتمكن أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 649 قضية تمهونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 175 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 52 طن وفي مجال الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط أكثر من 112 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 437 قضية من بينها 126 قضية خبز ناقص الوزن و104 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات